موسيقى أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار نقدمها لحضراتكم من قناة حضر موت الفضائية والبداية بأبرز العناوين موسيقى وزير الداخلية يتفقد سير العمل في ميناء الوديع البري ويوجه بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين موسيقى تجشين فعاليات الشهر الوردي بساحل ووادي حضر موت وشهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بغزة والاحتلال يعتقل ثلاثين فلسطينيا بالضفة الغربية موسيقى ومن العناوين إلى التفاصيل حياكم الله تفقد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان سير العمل في ميناء الوديع البري بمحافظة حضر موت واستمع من مدير الميناء عامر الصعري إلى شرح حول سير الخدمات المقدمة للمسافرين وتجهيزات في أعمال التوسع الممولة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كما اطلع وزير الداخلية على القدرة الاستيعابية اليومية للمسافرين والواصلين عبر الميناء وإجراءات العمل في منظومة الرقابة الحدودية موجها بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وترأس وزير الداخلية اجتماعا ضم ممثلي الجهات ذات الاختصاص الأمنية والمدنية العاملة بالميناء أكد فيه أهمية التنسيق المشترك لكل الإدارات العاملة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تسهيل إجراءات المواطنين دشنت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان بالمكلة فعاليات الشهر الوردي تحت شعار يدا بيد نزرع الأمل وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي مساندة السلطة المحلية لمختلف الانشطة التي تستهدف تنمية الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية عملية الكشف المبكر للسرطان أو للإصابة بسرطان وأثرها في تخفيف معاناة المرضى بدوره أكد المدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وليد البطاطي أهمية إقامة الفعاليات التوعوية بسرطان الثدي مشيرا إلى أن اكتشاف المرض مبكرا يسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج علاجية ناجحة وأشار البطاطي إلى أن المؤسسة وتزامنا مع التدشين الرسمي تشهد جميع فروعها ومكاتبها بمدريات ساحل ووادي حضرموت تدشينا آخر لانطلاق البرامج والأنشطة المتعددة لرفع الوعي بسرطان الثدي ونشر التوعية بأهمية الكشف المبكر للمرض وفي وادي حضرموت تدشينا بمدينة سيئون أنشطة الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي في مدريات الوادي والصحراء وتشمل أنشطة الشهر الوردي الذي تكرس الأنشطة التوعوية فيه عالميا بالنزول الميداني إلى مدريات سيئون وتريم والقطن وساه بحدف تكثيف التوعية بين أوساط أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم العمرية وأشار رئيس فرع مؤسسة حضرموت لسرطان بوادي حضرموت الشيخ صالح باجرش إلى أهمية تكثيف الجهود في المجال التوعوي في القطاعات كافة من جانبها دعت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت فاطمة نوبي النساء للمبادرة في الفحص الطوعي للتأكد من سلامة الجسم من الإصابة بمرض السرطان مؤكدة استعداد الاتحاد للمساهمة في مختلف الأنشطة المكرسة في هذا الشهر التوعوي التقى محافظ المهرة محمد علي ياسر بمدينة الغيظة نائبة رئيس البرلمان الصومالي سعدي نيمر التي تقوم حاليا بزيارة المهرة وعبر محافظ المهرة عن ترحيبه وسعادته بهذه الزيارة لنائبة رئيس البرلمان الصومالي برفقة السفير الصومالي لدى سلطنة عمان بشير العفرار مؤكدا أن الزيارة تعكس متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء المهرة والصومال من جانبها عبرت نائبة رئيس البرلمان الصومالي عن ارتياحها لحالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المهرة في مختلف المجالات وما تقدم سلطة المحلية من جهود في جوانب الخدمات والمشاريع تعرف منطقة العيون بشهرتها الواسعة في استخراج زيت السمسم وبيعه وذلك بطرق بدائية عن طريق المعاصر التقليدية وبرغم عمرها القديم لا تزال تعمل إلى اليوم وتمثل مصدر عيش لمالكيها المزيد من التفاصيل في سياق التقرير الآتي بطرق تقليدية وأدوات بدائية يعمل العم أحمد با قديم منذ سنوات عديدة في معصرته بمنطقة العيون مستخدما الطريقة القديمة في استخراج زيت السمسم عن طريق عصر حبوب السمسم بواسطة جذع شجرة يحركه جمل معصوب العينين حيث تعتبر هذه المعصرة مصدر دخل له ولأسرته بالنسبة للجلجل يعني أنه نخذها من بن سلم في حبشي وفي بلدي ونخلطها مع بعض ونعصرها في المعصرة ونخلها إلى فترة معينا حتى ينجح ونسوقها للسوق والله أخذ فترة طويلة على حسب مرات يكون الوقت حاف يطول شوية إلى ساعتين ونصف إلى ثلاثة ومراكة يكون الحرارة زايدة علىه يعني فيها خلال ساعتين ساعتين وشوية يخلص العصر ما إن تمر على هذا الشارع الدولي الرابط بين حضر موت الساحل والوادي تتسلل إلى أنفك رايحة السمسم نظرا لكثرة المعاصر المتواجدة على جنباته ولكثرة بايعه ولا تزال معاصر زيت السمسم تحافظ على أصالتها رغم الظروف الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الزيت المعاصر منتدة على تورد للسعودية لأبوظبي على كل دول الخليج تورد على العيون لأنه موقع رئيسي يشتهر بالسمسم على الخطر الرئيسي الآن بقع غلاء محتاج الدعم يعني ما يقدر أي واحد يعني يشتري أي صليات العلبة الآن أصبحت يعني غالية منسبب الصرف يعني الصرف الآن قده بخمسمية العلبة الصغيرة هذا بلفين الرطل بخمسة عشر ألف بطل بخمسة عشر ما يقدر واحد يشتري يعني المكينة كاربة طبعا يعني سريح حقها الدوران تكون أما الجمل بالتماتيك شوية شوية طلع الجودة أفضل أكيد الناس يعني يحبون يفضلون الصهر البئار هذا الجمل المعاصر التقليدية رغم عمرها القديم لكن لا زال صيتها يعرف بجودة الزيت وفوائده وتتميز منتجاتها بمذاق رائع باقتلاف الآلات الحديثة لتصبح منطقة العيون واحدة من أشهر مناطق استخراج زيت السمسمي وبيعه محمد بن فضل لقناة حضر موت منطقة العيون وفي أشأن الفلسطيني استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة وأفاد الدفاع المدني في غزة في بيان بانتشار طواقمه سبعة شهداء وعدد من المصابين إثر قصف الاحتلال مدرسة الشجاعية التي تؤوي نازحين في حي التفاح وارتفع عدد مراكز النزوح والإيواء التي استهدفها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي إلى 185 استنادا لبيانات المكتب الإعلامي الحكومي وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا بحملة مداهمات وتفتيشات واسعة شنتها في مناطق مختلفة تخللتها مواجهات في بعض المناطق وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات رامالله والخليل وبيت لحم ونابلس أفادت قناة سي بي اس نيوز بأن حصيلت قتل إعصار هيلين جنوب شرقي الولايات المتحدة تجاوزت 130 شخصا وقالت القناة إن الإعصار هيلين قتل 131 شخصا على الأقل وأضافت أن أكبر ضرر من الإعصار تم تسجيله في ولايتي كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية مذكرة أن السلطات المحلية تحاول استعادة الكهرباء وتطهير الطرق بعد هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار وفي وقت سابق أعلن البنتاجون أنه يستخدم الآلاف من أفراد الحرس الوطني ومئات المركبات التكتيكية وعشرات المروحيات في المناطق المنكوبة من الإعصار ورياضيا تغلب النصر السعودي على ضيفه الريان القطري بهدفين لهدف في ثاني جولات دور أبطال آسيا للنخبة في المواجهة التي جرت بينهما على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض وسجل ثنائية العالمية السنيغالي ساديوماني والبرتغالي كريستيانو رونالدو فيما سجل هدف الريان الوحيد روجر جيديش ورفع النصر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف السد القطري صاحب المركز الثاني فيما ظل الريان من دون نقاط في المركز الثاني عشر والأخير بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي وختام النشرى مشاهدين إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء وزير الداخلية يتفقد سير العمل في ميناء الوديع البري ويوجه بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين تدشين فعاليات الشهر الوردي بساحل ووادي حضر موت وشهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بغزة والاحتلال يعتقل ثلاثين فلسطينيا بالضفة الغربية وفي ختام النشرى مشاهدين الكرام تقبلوا تحياتي وتحياتي الزمل فريق العمل ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أد حضر موت تي في في أمان الله اشتركوا في القناة